سقوط الصنم أو احتلال العراق أو تغيير النظام تسميات يطلقها العراقيون على هذا اليوم التاسع من نيسان ذكرى الإطاحة بصدام حسين رئيس جمهورية العراق الأسبق عام 2003 بعض العراقيين تزوج في هذا اليوم تعبيرا عن سعادته بالخلاص من نظام حكم العراق بالحديد والنار دفن العراقيين وهم أحياء في مقابر جماعية في الجنوب وضرب الكرد بالأسلحة الكيميائية في الشمال واغتال قيادات ورموزا سنية لينفرد وعيلته بالحكم يوم السقوط كانت فرحة لكل الشعب العراقي صدقني أنا زوجت يوم السقوط لأن هذا كان كملة فرحتي لأن هذا النظام كان جاثم على صدور كل الشعب العراقي نظام دكتاتوري بعثي حكم العراق بالحديد والنار فرحة التغيير هذه لم تدم كثيرا كما يرى مواطنون آخرون بسبب صراع الإرادات بين مختلف الكتل السياسية وتكالبها على المناصب مما أدى إلى انتشار الفساد والمحسوبية وتأخر إعادة إعمار العراق رغم مرور 12 عاما على التغيير من يوم الصار تسعة أربعة لحد هذا اليوم كل امتياز أو تطور سياسي أو مشاريع تنموية كلها ماكو أي مشروع تنموية ماكو والوزراء نفسهم ميزانياتهم كلها تنباك والحد الآن يالي يجيب ويطلع وماكو قانون محاسبة هذا الوزير أو ذاك مدير عام وبين خيبة الأمل لدى البعض وتفاؤل آخرين تمر هذه الذكرى على العراق بعد عام حزين سبيت فيه النساء وقتل وذبح المئات وهجرت العوائل بعد احتلال تنظيم داعش للمحافظات الشمالية والغربية كنتاج لصراعات سياسية امتزجت بإرادة ومصالح إقليمية لم يرق لها استقرار نظام ديمقراطي في العراق بحسب مواطنين هناك مشاكل مستمرة في هذه البلد هناك تناحرات سياسية هناك خلافات على الكرسي وعلى المنصوب يعني كأن صدام فتح لهم ثغرة فتح لهم ثروة كل متناحرة كل ماكو خدمات في هذا البلد ماكو محبة بهذه البلد التوافق السياسي الذي سهم إلى حد كبير في إعادة تحرير العديد من المحافظات أعاد الأمل للكثير من العراقيين تذوقوا طعم الحرية في انتخاب من يحكمهم وتغييره متى أرادوا وهم مصممين للدفاع عن مكتسبات نظامهم الجديد رغم المصاعب التي يمرون بها مع تنفس أجواء الحرية والديمقراطية بالتأكيد هناك الكثير من العقبات التي سيستطيع الشعب العراقي بمثابرته بنضاله بتضحيات تجاوزها وتحقيقية ديمقراطية المنشودة أتمنى هذه الفرحة أن تدوم في هذه الفترة بعد انتصالنا القادم في صلاح الدين والأنبار والموصل أحمد عرام الحرة بغداد